اشتركوا في القناة وهو الحق أن كتاب الصلاة من أطول الكتب في سنن أبي داود ما زلنا مع المواقيت مع المواقيت قال المصنف الحمد لله حدثنا عبد الله مواز عبد الله مواز يعني هو من الثقات الأزبات يروي عن أبيه وأبوه أوسق منه نعم يروي عن شعبة شعبة أمير المبنين في الحديث عن قتادها قتادها طبعا من دعامة السادسية من نوادي الحفاظ الدنيا بأسرها نعم أنه سمع وقفناه مراغي آسف الأزي العتكي البصري اسمه يحيا وهو من التابعين ليس الأيوب الصحابي قال النسائي ثقة قال العجل بصري المتابعين ثقة قال المسعد كان ثقة تم مؤنا وذكر ابن حبان في الثقات العبد الله بن عمر بن العاصر رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال وقت الظهر ما لم تحضر العاصر أي وقت الظهر يبتدئ من أن يكون ضمن كل شيء مثله حتى يأتي وقت الظهر ووقت الظهر يبدأ من زوال الشمس إلى أن يكون ضمن كل شيء مثله إذا انتهى دخل العاصر مباشرة وهو أن يصير ظل كل شيء مثله وفي رؤية من طريق أمام قال هذا وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كتوله ولم تحضر العاصر وهذه فيها دلاء على امتداد وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يحضر العاصر وهذا فيه يراد على بحنيفة الذي قال أن غياته إلى أن يصير ظل كل شيء مثله هذا باطل لأن مخالف الجميع السنة جاءت على آخر وقت للظهر والحق أنه لا فاصل بين الوقتين إذا انتهى الظهر دخل العاصر وأيضا لا وقت مشترك بينهما كما بينا ذلك في الحديث السابق قال وقت الظهر ما لم تحضر العاصر ووقت العاصر ما لم تصفر الشمس وهذا وقت الاختيار هنا نوع وقت الأداء ووقت الاختيار فيها دلالة على أنها بقى آخر وقت الاختيار ووقت الاسفرار لأن وقت الضرورة هو أن يدرك ركعة من صلاة العاصر قبل أن تغرب الشمس والقول للنفس السلام في حديث أبو هريرة من أدرك ركعة من صلاة الظهر من صلاة العاصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة قال وقت المغرب يمتد من غروب الشمس كما في الهات المتقدمة لكنه يمتد إلى غروب الشفق الأحمر كما قلنا في الحديث خلال مالكية وأن كان قديم في الشفقية هو صحيح موافق بقول الجمون موافق بالسنة ولذلك شوف إيش قال ووقت المغرب ما لم يسقط فور الشفق فور الشفق اللي هو حمرة الشفق عندما تغرب الشمس يملأ السماء حمرة هذه الحمرة غيابها هو آخر وقت المغرب الشفق الأحمر وهذا قول الشفق القديم وأبي يوسف وهو أيضا قول ابن عمر بن عباس أما أبو حنيفة أراه الشفق الأبيض البيض بعد سيكون الشفق الأحمر قول الشفق القديم والأوزاعي قال ذلك وقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق فيه دلالة واضحة إلى امتداد المغرب إلى سقوط الشفق الشفق يعني له وقتان له وقتان وقت ابتداء ووقت انتهاء وقت الاتداء غروب الشمس وقت الانتهاء هو سقوط ثور الشفق الأحمر وهذا قول أحمد وإصحاق وصحرائي وهو قول الشفعي في القديم ما شفعي الجديد وهو قول الملكي وقول ابن المبارك والأوزاعي قالوا بأن المغرب ليس لها إلا وقت واحد ووقت مضيق خمس رقعت فقط ولأن جبريل ع. صلى الله عليه وسلم كل صلاة بوقتين إلا صلاة المغرب صلاة بوقت واحد قلنا قد ورد من قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو قلتم ذلك قد ورد من قول النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال ووقت المغرب إلى غياب الشفق فهو يمتد إلى غروب الشفق والمغرب كما قلنا الأصح فيها لها وقت ارتداء وهو غروب الشمس ووقت انتاء وهو غروب شفق الأحمر فله أن يؤخرها إلى غروب الشفق الأحمر وأما فعل جبريل عه السلام هو بيناه وقت الاختيار لأن غالب فعل جبريل عه السلام كان تبيين وقت الاختيار ولأن جبريل أيضا صلى الله عليه وسلم من مكة وهذا الحديث كلها جاءت عن النفس وسلم وحي من جبريل أيضا والقول عام من الفعل لذا قلنا بأن وقت المغرب إلى غروب الشمس وغروب الشفق الأحمر ووقت العشاء ممتد إلى نصف الليل أي اختيارا وإلا في وقت الضرورة كما قلنا يدرك ركعة قبل طلوع الفجر الصادق ووقت العشاء إلى نصف الليل اختيارا لكن كما قلنا وقت الضرورة أن يدركها قابط على الفجر لأموم قابل للسلام أدرك عام صلى الله عليه وسلم قد أدركها ما تطلع الشمس ووقت الفجري ما يمتطلع الشمس ووقت الفجري هو خروج طلوع الفجر الصادق المستطير هذه عقوب البيض إلى طلوع الشمس بعضهم قال الاختيار إلى إسفار وبعد الإسفار ضرورة قد يأثن بها صاحبها باب في وقت صلات النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كانوا يصليها قال حدثنا اتماعي مسلم ابن إبراهيم نعم الفئيز من استقاط الأزبات حدثنا شعبة شعبة أمير المرين في الحديث عن سعد ابن إبراهيم أبو رحمن عافو الزهري أبو إسحاق وابن استقاط الأزبات أصدقى ابن معين وأبو حاتم والنساء والساجي كلهم قالوا ثقة أجمع أهل الإلم على سيد قروات العجيب أن مالك ترك الرواية عنه ويحسب أنه كان يرى القدر هو لا يرى القدر قال عن محمد ابن عمر وابن الحسن يعني عمر بن الحسن ابن علي ابن أبي طالب من ثقات ابن الخراش قال ثقة أبو حاتم قال ثقة والنساء أيضا قال ثقة قال سألنا جابرا هو جاب بن عبد الله رضي الله عن ضع صحابي صحابي من السبع المكترين عن النبي الأمين عن وقت صحيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان يصلي الظهر بالهجرة الهجرة والهجير والهجرة هو نصف النهار والمعنى هناك أن يصلي الظهر إذا زالت الشمس من كبد السماء جبا أن الناس كانوا يكنون في بيوتهم كانوا تهجروا وشدة الحر أيضا الهجرة هنا قال بعض العلماء بأن الظهر أفضل وقتها والصلاة والصلاة على أول وقتها الحديث الضعيف وعلى في الحر وشدته وفي البرد واستمسكوا بحديثين حديث خباب شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضة بالهجير فما أشكان يعني ما زال شكوانا وما قال لهم أبردوا وعيش رضي الله عنه ما رأيت أحدا أشد تعجيلا لصلاة الظهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفهم بذلك كثير من أهل العلم هو الصحيح في هذا الباب ما قاله أبو غريرة أو ضر أو سعيد وحديث كلها جاءت بأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن في شدة الحر فيها الإبراد أما أيام الشتاء فنعم التعجيل هو الأولى وأما عند عند الحر أمر مثلا بالإبراد بالصلاة صلى الله عليه وسلم أنه غير شعب يقول صلى الله عليه وسلم صلاة الظهري بالحجير ثم قال إن شدة الحر من فاح جهنم فأبردوا بالصلاة فأبردوا بالصلاة والأمر بالإبراد هو تأخير الصلاة إلى قوية العصر حتى تذهب شدة الشمس فشدة الحر يكون فيها الأولى الإبراد ولذلك قال أبي مسعود غيره أن رسول الله كان يعجل الظهر في الشتاء وكان يؤخر الظهر في الصيف وقد قال أحمد آخر الأمر من رسول الله هو الإبراد بالظهر وهذا تعجيل وهذا رخصة من الرخص والحق أن نقول تفصيل المسألة إن كان في الشتاء فتعجيل الصلاة أولى وهذا فالإبراد لكن في زمنين هذا المكيفات وكل ذلك من أنواع الحر فيبقى الأمر على ما هو عليه من تعميم الفضل في الصلاة في أول وقتها يبقى الأمر على ما هو عليه في تعميم الفضل من الصلاة على أول عصر أي يصلي العصر والشمس حية أي بقي على دوقها ما زالت السماء بلذلك قال والعصر والشمس حية وهذا أول وقت وآخر وقت كما قلنا ووقت الاختيار الاسفرار ووقت الضرورة يدرك رقع أي بصال المغرب إذا غربت شمس وهذا وقت النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجل بالمغرب أو غياب الشفق الأحمر والعشاء كان يصلي العشاء إذا كثرها واجتمع الناس إنه أفضل أوقات العشاء سورة الله الأول فإذا اجتمع الناس عجل وإذا أخر الناس أخر وتأخر منتظرا أن يصلي به امتماع وكان يصلي الصبح بغلس وهذا يعني عموما كان يصلي الصبح بغلس هذا عمو فعل إن وفعله مر ومرتين بالإسفار ليبين الجواز لكن الأصل أن كان يصلي بغلس وكنا نساء يصلينا فلا يعرفنا من الغلس الزواج المستنبطة الرجوع للعلماء قال سألنا جابرة عن وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم غالب اهتمامي في الوقتين يعني يبين وقت الأداء ووقت الاختيار ووقت الأداء ووقت الاختيار الصلاة أهم أركان الدين بعد الشهادتين لذلك الاهتمام حتى موقتها عجيب جدا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله لأنت أستغفرك وأتوب إليك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما